السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا اغلى مطابعين عاملين ايه? وحشتوني جدا جدا. والنهاردة يوم جديد من يوميات بوسي. ويومنا النهاردة هنبدأ بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهنعمل مع بعض النهاردة طريقة عمل البرجر بالاقتصادي المؤفر جدا جدا بنص كيلو اللحمة مفرومة. هنعمل عشرين قطعة يعني حوالي كيلو من البرجر. البيتي النظيف زي ما انتم شايفين تحفة وطعمه حلو جدا جدا شو الله يعجبك. شايفين تحفة ازاي? لا بيفك معانا ولا بيكش معانا ولا اي حاجة. تحفة جدا. يلا نشوف عمالنا ازاي? ونشوف مقدرنا ايه? لسه عايز اقولك لو انت لسه جديدة في القناة. نسع على كلمة اشتراك اللي بالاحمر لتحت الفيديو. فعال الجرس على كلمة الكل. هيوصلك اشعال بكل فيتر بديد بننزله بامر الله. تنسنوش بقى باللايك والكومنت الحلو اللي بيشجعني. يلا نشوف عمالنا ازاي? ونشوف مقدرنا ايه? مقدرنا يا بنات هي حوالي اه نص كيلو من اللحمة المفرومة. ومعايا هم مية جرام من الدهن او البوش. لازم يكون فيه مادة دهنية. ومعايا هنا كوب بايتين اه يعني حوالي ربع كيلو او مجين من الفول السوية. يعني هنا حطى مجين بالزبط. بالمج اللي وراركو دلوقتي. حطيت مجين بالزبط من فول السوية. حطيت عليهم مجين من المية. اللي عادية خالص مش سخنة. وسبتهم حوالي خمس دقايق لما المية كده تشربت فول السوية. وتحس كده ان حجمه زايد يعني حجمه بيشرب المية وبيزيد بالشكل ده. تحس كده ان هو كمية كبيرة. لكن هو ربع كيلو من فول السوية. وحطت عليكم بايتين مية. ده شكل فول السوية حنيف المطحنة بتاعة التوابل وتنقعين. ده معي هنا ببهارات البرجر. آآ خلطة البرجر دي من ماجي لو انت حابة تجيبيها سايبة. من عند العطار بتتباع برضو سايبة. الكيس ده حوالي ثمانية جنيه. ممكن تجيبيها من عند العطار بخمسة جنيزة يا ما انت عايزة. الكيس ده بيعمل حوالي كيلو. هناخد بس نصه. ومعايا معلقة بكين بودر ومعايا معلقة فلفل اسود ومعايا من ببهارات السبعة اللي هي هكتب لكم المقدير في صندوق الوصف تقدروا تخش وتاخدوها سكرين شوت. انا على طول في اي فيديو بس بمقديرنا في صندوق الوصف. هدى بقى كده احط اللحمة واحط معايا الدهنة بتاعتنا او البوش المفروم. وهعصر كده بقى الفول السوية بتاعنا من المية الزيادة اللي فيه. زي ما انتوا شايفين بيتعسر اهو. هو بقى زي سفين كده بيشرو مية كتير. وحجمه بيتضعف. هحط كمان بقى الملح والفلفل الاسود وبهارات اللحمة. دي حاجات كده زيادة تقدر تستغنى عنها بس انا حطيتهم عشان يزودوا الطعم شوية. وحبة كده معلقة من آآ بتدي هشاشة كده وتخلي البرجر بتاعنا هشي كده وجميل. وهحط بقى خلطة البرجر بتاعتنا. هحط منها معلقة ونص كده او معلقة كبيرة. آآ يعني حوالي نص الكيس. لان الكيس ده بيعمل حوالي كيلو من اللحمة. يعني هيكفيك مرتين. حطيت كده نص الكيس بتاعنا بيكون فيه طبعا آآ بصل بودر وتوم بودر وبهارات وتوابل. بيكون فيه كل حاجة ورحة البرجر فبيديك طعم البرجر بالزبط زي الجايز. زي ما قلت لك لو انت مش لاقيها الكيس اشتري سايب من عند العطار متوفر جدا عند كل العطارين دلوقتي بجميع الاطعمة آآ بهارات الكفتة وبهارات البرجر وجميع البهارات موجودة دلوقتي عند العطار. تمام هقلبهم كده تقلبة كويسة وهروح بها افرمهم في الكبة زي ما انتم شايفين كده خشنين بالشكل ده. لازم انا عايزاهم كتلة عجين كتلة واحدة. انا عملت قبل كده فيديو في بداية القناة. كنت عاملها من غير كبة ومن غير قطعة ومن غير اي حاجة. وكان ناجح طبعا مية في المية. هسيب لكم برضو رابط بتاعه في صندوق الوصف وفيديو قديم شوية. لكن هنا بقى هنا عند الكبة فانا هافرمه في الكبة. فارما كده كمان علشان عايزاها يكون كتلة عجين واحدة. وانسجة اللحمة كده تتجانس مع الفول الصوية. ويكونش باقي خالص ولا في فول صوية ولا اي حاجة وتكون كتلة عجين زي ما ريالك دلوقتي. اول ما السكاكين كده تاخد العجينة وتلف كده او تاخد اللحمة وتلف كده. حاولين السكاكين تبقى كده بقت خلاص كتلة واحدة. واحنا عايزينها بالشكل ده. هشيلها بقى من الكبة. وزي ما قلت لك لو ما عندكش كبة تصحني فول الصوية في المصحانة بتاعة الفلفية الاسود والتوابل بتاعة الخلاط. اطحانيه. وبالليه مية. انقعيه برضو في مية وعصورية. وبعد كده خلي الجزار يفرملك الدهنة ويفرملك اللحمة والشين. وافضلي بقى يعجيني فيهم عجنة كويسة جدا. لحد ما تديك عجينة بالشكل ده. انا عايز اكل لها عجينة مش مفرولة خالص. شايفين طبعا الفرق بين اللي لسه ما تعملتش وليه تعملت. هنا عملت جاءة كمية كلها ديتني حوالي كيلو زي ما كده كمية كبيرة بس لسه بتلزق شوية. هسيبها بقى في التلاجة ترتاح شوية. واجهز بقى الورق اللي احنا هنقطع عليه بتاعنا. تقدري طبعا تستخدمي ورق زبدة زي ما انا استخدمت النهار ده ورق زبدة. تقدر تستخدمي اكياس تلاجة. شنط بيضة اي حاجة عندك قطعيها كده مربعات. او اه اي حاجة موجودة عندك. هتقطعيها كده مربعات على قد الوحدة اللي هتعمليها. ما عندكش قطعها ممكن تستخدمي غطة بتاع سمنة او اي علبة. تقدر تستخدميها وتقطعي وتشكلي عليها البرجر تدهنيها زيت وتقطعي عليها. القطعها دي مش غالية هي تقديما كانت بحوالي تلتاشر جنيه مش غالية. وفي منها بيتباع في الاسواق كمان بحوالي سبعة جنيه او سبعة ونص. دي انا كنت جايباها بتلتاشر جنيه. يعني مش غالية. آآ موجودة متوفرة في كل مكان. هقطع ورق الزبدة كده. مربعات على قد الوحدة اللي انا هعملها. زي ما قلتلك تقدر تحطي اكياس تلاجة. تقدر بقى تعملي كمية كبيرة ان هنا عاملة نص كيلو بس تقدر تعملي كمية كبيرة وتروسيها كده في اطباق وتحطيها في جاهزة عندك. حتى اللا اتحمرها على طول في اي وقت انت مستعجلة فيه. تمام? آآ وتقدر تبقى طبعا تعملي اقل من كده ربع كيلو لحمة. بما انه بقى خرجين من عيد كبير فانا قلت اكيد كله متوفرة عنده اللحمة. وهيقدر بقى عايزين نغير بقى من الفتة والرقاء والحاجات اللي ازهقنا منها دي. فعملي احلى بيرجر ان شاء الله لولادك هيفرحوا بي جدا. انا هنا جبت القطاع بتاعتي دهنتها زيت ودهنت كمان كده الورقة بتاعتنا زيت برضو علشان ما تلزقش. وخدت كده كتلة من العجين حوالي كده بحجب اللي صغيرة. وحطتها كده في القطاع بتاعتنا. من جوة كده هو لسه بيلم سنة. بيلم شوية صغيرين. وطبعا الجزء اللي بيلمه ده. هو كده حجمه مناسب جدا. الرفع ده آآ كويس جدا. الارتفاع ده حدو قوي. لان هي لسه بتلم شوية لما تجد شويها. بتلم شوية في الجريل بتاعنا. لكن آآ اللمة دي بتديها سمك ادخن من كده. يعني هي بتدخن شوية في عند التحمير بتاعنا بتدخن شوية. فعشان كده زي ما بقولك خليها السمك بتاعها رفيع زي ما ورتوليك كده بالزبط. عملت كده واحدة تاني دهانت برضو القطاع. القطاع هي دهانتها مرة واحدة. اول مرة عملت هي طلنت القطاع مرة واحدة. لكن ورق الزبدة كل مرة كنت بحط نقطة زيت كده على ورق الزبدة علشان ما تلزقش معين. انا طبعا في ناس بتعملوا كده وتقطع بالشكل ده وتشمعه في الفلزر الاول وبعد كتستخدمه. انا هاستخدمه معكم على طول وهواريكم هيكون عامل ازاي بجده هيكون تحفة. هقطع بقى الكمية كلها بنفس الطريقة بالزبط كده. هحط الورقة وعليها القطاع. تقدري بقى لما تجي تشليف الفلزر تعمل الورقة عكس التانية بالشكل ده. الورقة عكس التانية وترسيهم على بعض كده عمرهم هيلزقوا على بعض خالص. قديني خلصت الكمية كلها عامات معي عشرين قطع بالزبط بالحجم الكبير اللي انتم شايفينه ده. يعني اقتصادي وموفر جدا جدا وحاجة مضمونة وعملها في البيت وتحفة تحفة تحفة. اه شايفين شكله تحفة ازاي وشايفين اه السمك بتاعه حوالي نص سنتي ما تقطريش عن كده. طبعا لو انت عند الجريل هيكون تحفة لكن انا ما عنديش جريل فانا حطيت هنا طاصة عادية وحطيت نص معلقة من الزيت علشان هدي هنا الطاصة فقط. يعني انا مش بحمر وهنا بيتشوي مش بيتحمر. فانا حطيت معلقة زيت واحدة في الطاصة دهنت بها الطاصة كده وهدى انزل بقى بالبرجر بتاعي وعشان آآ نشويه. لكن انا يعتبر شوية مش تحمير. تقدر برضى تشويه في الفرن. آآ في صاجة في الفرن ما فيش اي مشكلة خالص. آآ بقى مسك الورقة منحة ارفعها بالشكل ده وبقى لبها بتنزل معي بكل سهولة اهو. زي ما انتم شايفين. ولا لزقة ولا معي بويزة ولا اي حاجة. والله ما دخلته التلاجة. والمفروض يعني بعد ما كده بتحط فلفل يتشمع شوية. بعد كده تبدأ في التحمير. علشان الناس بتخاف ان هو يتفك منها وهي بتحمره او حاجة. انا هنا ولا الله ما حطته في التلاجة اصلا خالص. قطعت على طول وحطت في التسعة على طول زي ما انتم شايفين. وهتشوفوا برضو بعد محمر بقية البرجر لسه على الرخامة انا ما شلتوش. يعني هخلص كده بازن الله الكمية كلها وحمرها. بتاكد حواري دقيقتين من الوجه ده ودقيقتين من الوجه ده. زي ما انتم شايفين كده لمت معنا شوية. وديتنا سمك ادخن شوية من اللي احنا كنا عاملينه. عشان كده قلت لكم. آآ نخليه آآ رفيع شوية علشان لما يلمس لنا ما ايه ما يدخنش قوي. يكون مزبوط. احنا بقى قلبت وطبعا لو بالجريل بقى هيديكي آآ شكل مضلة حلو جدا. لكن انا طبعا هنا ما عندش الجريل فانا هعمل في التلاجة على طول بالشكل ده. هي اول مرة بس لدهانت في التلاجة وزي ما انتم شايفين ما بينزلش اي دهون. لو بتاعك بينزل معه دهون. البرجر بتاعك هيكش. لكن احنا طبعا البرجر بتاعنا ما بينزلش اي دهون. آآ فعشان كده محتفظ بنفس القوان بتاعه حتى لو لم شوية فهو بيلمه وبيدخن مكانه يعني بيدخن شوية في الحجم. لكن هو زي ما هو. هقطع معاكم كده واحدة هشوفه عامل ازاي من جوة. شايفين? طاري. وفيه تراوة كده من جوة. علشان طبعا البوش اللي احنا حطينه وعشان البكنج بودر اللي احنا حطينه. فيه تراوة كده وهشاشة من جوة. تحفة تحفة وطعمه حكاية. طبعا لو انت عايزة بقى تروسيه لولادك كده في الكايزر. وتحط لهم عليه الكابوتشة وتحط لهم خيار وطماطم. وتعملهم بالشكل ده تمام. انا بقى ما عملتش الكلام ده ما عملتش عيش البرجر. هعملهم معكم في يوم بازن الله. انا عملتش عيش البرجر انا عملت جنبيه مكارونا. وكان تحفة وفي منتهى الجمال. وشكله حلو جدا. اقتصادي وموفر. وبازن الله يعجبك ويعجب اولادك جدا جدا. لو انت خارجة طبعا وفي اي خروجة تقدر تعملين لولادك وتخديصا دوتشات معكم في الخروجة. شايفين فرق بين اللي اتعملت وبين اللي لسه ما اتعملتش. الفرق ما كاشش خالص. آآ بس فرق فلس في الطخن. لمت شوية وفرقت بس ايه? في السمك. احبكم في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.